السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعينا في قناة اصالة في. لو انت بتشوفنا الاول مرة انا دكتور سيد علام دكتور سيدالي. ودعا لالتهاب الحلق واحتقان الحلق باربع وصفات طبيعية. هنتكلم في فيديو النهاردة عن علاج التهاب الحلق بوصفات طبيعية. هنتعرف بداية على اسباب التهاب الحلق. والوصفات العلاجية هنتكلم عن اربع وصفات لعلاج التهاب الحلق. وبعض النصائح المهمة اللي بتساعدنا بشكل كبير في علاج التهابات الحلق. اسباب التهاب الحلق منها التهاب اللوزتين. عدوة فيروسية او بكتيرية. الاكل لو بيحتوي على توابل او شطة بيسبب التهاب للحلق. اجهاد الحلق نتيجة الكلام لفترات طويلة او بصوت مرتفع. اه بوجهد الحلق ويؤدي الى التهاب الحلق. ارتجاع المريء. الاصابة بنزلات البرد. كلها دي اسباب اه قد تؤدي الى التهاب الحلق. اول وصفة هنتكلم عنها النهاردة وصفة الليمون والعسل. طريقة تحضرها بيتم عصر نصف لامونة في كوب نظيف. ويضاف اليه ملعقة كبيرة من العسل. ويقلب جيدا حتى يصبح الخليط متجانس ويشرب مرة واحدة. ويجب عدم تناول اي طعام او شراب بعده الا بعد مرور عشر دقائق على الاقل. ويمكن اه تكرار هذه الوصفة من مرتين الى ثلاثة خلال اليوم. الوصفة التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة وصفة الشاي الاخضر بالليمون والعسل. طريقة تحضيرها هنجهز الشاي الاخضر باضافة الماء الساخر له. ثم يضاف لهم ملعقة من العسل مع اه عصير نصف لامونة. ويقلب جيدا ثم يشرب الخليط دافئا. يمكن تكرار هذه الوصفة خلال اليوم من مرتين الى تلات مرات في اليوم. الوصفة التالتة معنا النهاردة الليمون مع الزنجبيل والنعناع. طريقة تحضرها اه بيتم عصر اه لمونة وتضاف اليها شريحة من الزنجبيل الطازج. ويضاف نقطة من مستخلص النعناع. ثم يضاف لهم الماء المغلي ونخلطهم جيدا. ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين او تلاتة في اليوم. هذا الخليط مفيد جدا للجهاز التنفسي. الى جانب كفاءته في تخفيف التهاب الحلق وقلم الحلقة. الوصفة الرابعة اللي هنتكلم عنها النعناع لالتهاب الحلق. النعناع نوع من النباتات العشبية العطرة الغنية بالفوائد ويعالج التهاب الحلق نتيجة احتواءه على المنسول. كما انه بيساعد في علاج نزلات البرد والكحة. طريقة تحضيره بتضاف اوراق النعناع الى ماء سبق غليه ويغطى ويترك لدقائق ثم يصفى ويحلى بالعسل. ويمكن تناول هذا المشروب مرتين خلال اليوم. نصائح مهمة تساعد في علاج التهاب الحلق. اول حاجة الاكثار من شرب الماء والسوائل الدفية زي شربة القدار وشربة الدجاج ومنقوع النباتات العشبية بيساعد كتير في علاج آآ التهاب الحلق. تجنب المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات البردة. اخذ قسط كافي من النوم والراحة بيساعد الجسم ان هو يتغلب على كل مشاكله ويساعد الجهاز المناعي ان هو يقوم بدوره. ايقاف التدخين ايضا من الحاجات اللي ممكن تساعد فيه تخفيف التهاب الحلق. ازا لم تتحسن الاعراض يجب طبعا مراجعة الطبيب. بكده فيديو النهاردة يكون خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ازا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك للفيديو. واللي بيشوفنا الاول مرة. اشترك في القناة ويفعل الجرس علشان توصلوا دايما من معلوماتنا وفيديوهاتنا الجديدة. ويا راتنا شارك الفيديو عشان توصل المعلومة لكل اللي بيدور عليها. ونشوفكم دايما على خير. ربنا يسعد دايما اوقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.